حكم قاس وتاريخي بحسب محام المتهمين فقد حكمت محكمة لكولا الإيطالية الاثنين على الأعضاء السبعة للجنة المخاطر الكبرى المتهمين بسوء التقدير قبل الزلزال الذي ضرب المدينة في العام 2009 بالسجن ست سنوات بتهمة القتل جراء الإهمال ووقع الزلزال في السادس من نيسان أبريل من العام 2009 مخلفا أكثر من ثلاثمائة قتيل وعشرات ألاف المشردين وطلبت النيابة في أواخر أيلول سبتمبر انزال عقوبة السجن أربع سنوات بالأعضاء السبعة للجنة وهم ستة من خبراء الهزات الأرضية ونائب مدير الدفاع المدني برناردو دو برناردي ناس وكان المحامي كارلوسيكا الذي يمثل الحكومة الإيطالية التي تشرف على لجنة المخاطر الكبرى طلب الأربعاء تبرئة المتهمين السبعة مؤكدا أن الوقائع أي الزلزال ليست نتيجة خطأ بشري ترجمة نانسي قنقر